لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق لا أمام النساء ولا أمام المحارب ولا أمام الأجانب تلبس الرباس الفضفاض الذي لا يبدي شيئا من أعضائها إن كانت تخاف من النار أما إذا كانت ما تخاف من النار فإنها تفعل ما تشعر والنار أمامها اللبس المشفوع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام سنباني من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخط المائلة لا يدخلنا جنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كاسية ولكنها ثياب كاسية أي تكسل مرأة ولكنها في حقيقة عارية تعريها تعري المرأة لأنها تصف حجم جسدها تماما وهذا النوع من اللباس لا يجوز اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد وأما إذا كان ضيقا لكنه ليس إلى هذا الحد فإني أرى المنع منه والبعد عنه لأنه قد يحدث فتنة ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء أيضا لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا من بدنها يعني يوصف حجمه وإن كانت امرأة وهذا شيء مشاهد لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس وإذا فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فضفاضا سابغا إلى قدميها وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في عورة المرأة ولباسها بأن النساء الصحابة كانت أكمام فيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب هذا إذا كانت المرأة في بيتها أما إذا خلت للسوق فإنها تلبس القفازين من أجل ستر الكفين وترسل الثوب إلى شبر أو ذراع من أجل ستر الأقدام ترجمة نانسي قنقر